فالأفضل صالح رئيس الجمهورية خطاباً وطنياً هاماً إلى جماهير شعبنا اليمني بمناسبة حلول الذكرى التاسعة والاربعين لثورة السنس والعشرين سبتمبر الخالدة إليكم تجين الله بسم الله الرحمن الرحيم يا أبناء شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج أتعانينا لكم جميعاً بمناسبة الذكرى التاسعة والاربعين لثورة السادس والعشرين من سبتمبر العظيمة تلك الثورة الإنسانية بالتظلم والجه والفكر والتخلف إنها ثورة إنسانية لكل ما في المعنى فتهننا لكل أبناء الوطن بهذه المناسبة العظيمة نحن نحتفل بهذه المناسبة مناسبة الذكرى التاسعة والاربعين ووطننا العزيز يمر بمرحلة خطيرة بارغة الدكة والأهمية منذ أكثر من سنة وعلى وجه الخصوص الأشهر القليلة الماضية ما قبل الحادث الإجرامي والإرهابي الذي حدث يوم أول جمعة رجب في جامعة رئاسة أو ما قبلها أو ما بعدها إنها حوادث إجرامية إرهابية من قبل عناصر لا تشعر بالمسؤولية ولكن همها الركض وراء الصوتة ونهر الثروة وإقلاق السكينة العامة وترويع المواطنيين في الأحياء والمدن والطول وما حدث أخرى تلك الأشهر والأسابيع من إرهاب في الاعتداء على المعذكرات في كل منه ومنح شيش وأرحب وعلى رجل الأمن في تعز وكذلك على اللواء 25 ميكا في أبيان اللواء البطل الصامد الشجاع مع الشرفة والمخلصين من أبناء محافظة أبيان لكنوا الإرهابيين وكبدوهم خسائر كبيرة بالتعاون مع الأشكاء والأصدقاء المقدمة الولايات المتعدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية شكرا لأشكائنا في المملكة وشكرا لأصدقائنا في الولايات المتحدة الأمريكية لتعاونهم معنا ضد العناصر الإرهابية أي تنظيم القائلة والمدعومة تماما من قبل العناصر الخارجة عن النظام والكانون والخارجين عن الشرعية الدستورية الذين لودوهم بالمعلومات والدعم المالي والعسكري ولكن شعبنا الصابد والشجاع وكما صمد في منحمة السبعين ضد بوى التخلص والجهد والمرض صمت في هذه المرحلة الخطيرة صمت ضد الأزمة الاقتصادية والثكافية والاجتماعية نتيجة لمسببيها ومروجيها والمستفيدين من ورائها كتجار حروب وتجار سياسة ومتزين لثروات أبناء الوطن كشركات ومؤسسات ومصالح وأنا أتذكر تماما بما حدث بعد الحادث الإيراني الذي حدث في جامج الرئاسة في أول جمعة من رجب من ترويع لكل أبناء الوطن وما لحقها به من آثار جمع في الجوارب الاقتصادية خاصة في مجال المحروقات واكتطاع التيار الكهربائي والمواد الغذائية ولكن شكرا للمملكة العربية السعودية بجيادة خادم الحرمين شريفين وكذلك لأخي العزيز الشيخ خليفة بن زايد وولي عهده الأمين الصاطي الشيخ محمد بن زايد النهيان على دعمهم وإستجابتهم للإغاثة والنداء الذي أطلبه الفريق عبد الربو منصور هذه نائب رئيس الدمورية لإسعافنا بالمواد المواد المحروقات الذي عادت للمجن الحياة في مجال توليد الطاقة والمياه وشكة المجالات فشكرا وألف شكر للأشكاء في مثل هذه الظروف الصعبة الأخوة المواطنون الأعزاء إن الأزمة كبيرة وعظيمة ويستحق إلى أن العقلاء والسياسيين أن يراجعون مواقفهم وأن يستفيدون من الدروس ماذا حدث خلال هذه الأشهر الماضية غير إزهاق للأرواح والإطاحة بالممتلكات والاعتداء والاعتداء على مؤسسات الدولة ونهبها وإخافة السبيل وكذلك الاعتداء على المواطنين في الأحياء ونهب ممتلكاتهم ونهب متاجر الدهب والمواد الغذائية في حي هايل في كنتاكي في حي الكاع الذي يعتدوا على فرع مؤسسة الكهرباء مؤسسة خدمية ماذا تريدونها حركتمها ماذا تعمل بكم هذه المؤسسة الأقوة المواطنون الأعزاء كل هذا الرقص وراء السلطة نحن تحدثنا عن الانتقال السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراب مرانا وتكرار ونحن اليوم نكرر نحن نحن ملتزمون بالمبادرة الخليجية لتنفيذها كما هي والتوقيع عليها من قبل نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد الرقوم منطر هادي الذي ففضناه بموجب الكرار الجمهوري وأنه الكرار ساري المفعول وهو مفوضة لإجراء الحواء والتوقيع على المبادرة وآليةها التنفيذية للخروج بالوطن من هذا المعزق الخطيط ولنتجه الجميعا نحو الحواء والتفاهم والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع وانتخابات رئاسية مبكرة كما جاء في المبادرة الخليجية ولكن أزيد على ما جاء في المبادرة الخليجية أن تكون انتخابات كاملة رئاسية وبرلمانية ومحلية إذا تم التفاهم حولها ما لم فنحن مستزمون بما جاء في المبادرة الخليجية ونؤكد للأشكاء الذي أفطرون بيانهم يوم أمس من قبل وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجية وإننا على استعداد للتعاون على تنفيذ هذه المبادرة وكذلك للتجاوب مع البيانات التي سطر من البيت الأبيض والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والذين أيدونا عندما اضطرنا قرارا جمهوريا بتففير نائب رئيس الجمهورية الفريق عبد الربو منطر هادي بإجراء الحوار مع اللقاء المسترك وحلفاءهم وكذلك للتوبيع على المبادرة وأضطروا تلك البيانات شكرا لهم ونحن ملتزمون بنفس الكرار الذين أضطرنا ومنحنا الآخ نائب رئيس الجمهورية كل الصلاحية أن يفوت المواطنون للأعزاء كان من المفترض النتجة نحو البناء والإعمار مش نتجه نحو إخافة السبيل وترويع المواطنين الأطفال والنساء لماذا؟ من أجل ركوز وراء السلطة لا يدوث السلطة من كنت جيته أنا جئته من الرياض بعد أن قضيت فترة علاج أكثر من مئة وفترة يوما برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين والحمد لله صحة الأباس وأصاء واصل العلاج وعادة التأهيد خلال الأشهر القادمة ولكن التفويض مع نائب رئيس الجمهورية ومع الحكومة ومع مؤسسات الدولة والسلطة المحلية والقرارة ليس في يد شخ ولكن في يد كل أبناء الوطن الذين يحبون هذا الوطن يا من تركضون وراء السلطة تعالوا معا لنتجه نحو صناديق الإقتراب نحن ولسنا مع الإنقلابات نحن مع المطالب المشروعة سواء للأحزاب أو للشباب أيها الأقمة والشباب ما أنتم الله ضحايا يدد جوبكم في المحارب ويدفعوا البالكم في الأمام وتأتي الأقمة المسلحة لتطلق النار وتردي وتودي بحياة رجال الأم القتلى في الشوارع ما أنتم الله ضحايا لتلك العناصر كم كنت أتمنى أن تلك العناصر التي تدفع بكم وتروت أن تكون في مقدمة الصفوف أن لا تأتيبكم إلى المحارب وأنا أأسف لبعض البيانات الساطرة عن بعض المؤسسات الدولية التي تناشد الدولة بأنها تضبط النفس ولماذا ما تنادي أن هنا يقومون بنهب الممتلكات العامة والخاصة وإثنانهم بأن يلتزموا بالنظام والقانون دستورة الجمهورية اليمنية كفر لكل المواطن حق التظاهر والتجمع بالطرق السلمية وليس بالعنف والإرهاب كما حدث في ذا الرأسة كما حدث على المعذكرات في أرحب كما حدث على المعذكرات في أبيان نعم تعالوا لنتشاور لنتحدث يعني في كل الأحوال أي مشكلة لا بدلها حد إلى نتحاور بدون زفك الدماء لماذا تخال الدماء ستطلعون على نهر من الدماء إلى كراسي الصوفة لن يقبل بكم ولا يقبل من الشعب الممتلك أن نكون حكاما على نهر من الدماء ما هو الضد؟ هذا هو الضد بعينه عندما تجدون بالمواطنين في المحارك عندما تخيفون السبيل عندما تقلقونهم في مساكنهم وفي أحياءهم ولا يستطيعون يذهبون إلى المدارس أو إلى الجامعات نتيجة للإرحام وللخوف إذا كان ترهبون المواطنين وأنتم خارج السلطة كيف سيأملكم شعبنا اليمني عندما تكونوا على كراسي السلطة والأب والجيش والإمكانية عيديكم هذا وأنتم ترهبون المواطنين وليس بعيديكم شيء إلا العمر والإرحام تحية لكم يا ابناء شعب سبتمبر وأكتوبر تحية لكم في الداخل والخارج تحية للمرأة والرجل والطف أينما كنتم الثورة منتصرة سبتمبر وأكتوبر المجيدتين والثاني والعشرين من مايو نحن منتصرون على كل أنواع الظلم والتحدي واسمحوا لي في هذه المناسبة الغالية على كل أبناء الوطن رجالا ونساء عسكريين ومدنيين أن أتوجه بالشكر إلى أفراد القوات المسلحة والأمن البواسر الذين يقدمون كل يوم من خير منتصبينها من الضباط والطف الجنو فداعا للثورة والجمهورية والحرية والديمقراطية تحية لكم وأترحم على الشهداء وأتمنى للجرحاء الشفاء العاجل وأعزي نفسي وشعبنا وأسرة الأستاذ الجليل والكبير عبد العزيز عبد الغني ذلك الرجل الصابت ورجل الأمين والشجاع الذي سكت شهيدا من عيد الوطن في الآن كالحادث الإجرالي الذي حدث في أول جمعة في رجب في جامع دار الرئاسة في جامع دار الرئاسة في جامع دار الرئاسة ذهبنا لأن أدي الصلاة من وراءه الله أعلم وأنتم تعلمون من هم والتحقيقات ستكشف عاجلا أم آجلا من وراءها ومن المتآمرين أتمنى لشعبنا النص والثباب والتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته